موسيقى دول هذه غير الزيارة ديل رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية بل زيارة الجزائر يعني دولة داخل دولة كتعمل زيارة لدك الدولة وهذا جوابا على الزيارة ديل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون للمغرب لخلقات الصحار في النظام الجزائري فعيط على الرئيس الدولة اللي هي داخل الدولة باش يزوروا الخط السينيار رابقي خدم را تقلق هات السينيار ليملي للأخرانية مربما نكونو كنعيشو آخر ليلة بالضوء في المملكة المغربية الشريفة هذه الزيارة ديل رئيس الجمهورية الصحراوية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية وهذه الزيارة كما قلتكم هي ردا على الزيارة ديل إيمانويل ماكرون اللي تقال عليها الكثير وحنا غادي نجاوبوا على هات الزيارة ولكن في فيديو خاص في موضوع خاص غادي نشر شموه هاد النظام والأتباع ديله لكن سمعوا معايا شنو كيقول الإعلام الرسمي الجزائري في شنو اليوم عندهم الاحتفالية ديال السبعين هي ديالتورة ولكن سمعوا شنو كاتبين مصورين صور ديال الجيش وكاتبين الجيش يبعت برسائل عابرة للحدود عرفتوا لمن كي يعنيوا راه سبقنا ودرنا على هذا الموضوع وجبنا يعني التقرير ديال القناة إسبانية اللي مربما نذكركم به في هات الفيديو وقال لكا سيدي باللي الجيش الجزائري يعني كي أمر القوات يعني باش تمشي التيندو في بالي استعدادا لحرب قوية ضد المغرب وجوبناهم بتقرير إسباني كي يدروا على القوة ديالجيش المغربي والمعدات الحديثة اللي عند الجيش المغربي أو اللي عند المغرب دابا تخل معاهم الصهد مربما شافوا ذاك الفيديو لأنه تشاف بزاك دابا قل لكا سيدي القوات ديالهم كتبعت برسائل عابرة للحدود ولكن هنا من بعد الفاصل غادي نشوفو لمن كي يبعتو بهاد الرسائل طالين غير هو كما العادة مهم عندك عايد تدفع لنا الضوح تعنا راية تقلق دبا قيد رب الزف المهم لأن اليوم آخر نهار في شهر أكتوبر اليوم واحد وثلاثين أكتوبر نوهما قالوا في شهر أكتوبر غادي تقطع لنا الضو والغاز راها مقطع ورا عندنا طوابير في المغرب على القنينة ديال الغاز والناس قد طيب بالحطاب الناس مكرفسة لكن غدا غادي يصبحوا بشمع مربما شمع يتسالف هذه الليلة لأن الناس غدا غادي تصبح بلا ضو الناس ديال المغرب لما أنه ما يكونش عندكم الضو فما غادي شي سبقاوا تشوفونا لأنها ما يكون لها كون كونيكسيون كونيكسيون انترنت إن كل شيء بالضو وكل شيء معتمد على الضو فإذا ما شتونا شيء كتر فالمسامحة الخود المهم غادي نشوفو شنو تقال ولكن قبل زيارة ديالرئيس الجمهورية الديمقراطية الصحراوية قبل ما نشوفو هادي هنا كي نشوفو واحد الخريطة كيقولو هما مع القناو كيقولو راجعة لسنة 1914 معلي؟ وهنا كما غادي تشاهدوا معايا هنا في هذا الخريطة الخود كما لعطا اللايكات والبرتاج واللي كيشونا الأول مرة ما ينساش يشترك معنا في القناة اللي اللي كيبغيوا يوصلوا من هاد الخريطة اللي هي بالإسبانية ولكن ما حارفينش بالله تاهمة دولة كاملة مصصعمرة مصصعمرة في هاد الوقت لأنها مكتوبة هما مشرطين على الجهة ديال الريف وعلى الجهة ديال الصحراء الجلو مشرطين عليها ولكن مهبطيش من داك الكوادراديتوس داك المربعات وقريتيشني فيهم مثلا داك الجهة ديال الفوق داك الجهة ديال الريف والشمال وهذا راه ملونة هاديك راه مصصعمرات كاتبين عليها إسبانيول هاديك مصصعمرات إسبانية واللي بشرطة بالكوادراديتوس مصصعمرات فرنسية لأنك المغرب مصصعمر من فرنسا ومن إسبانيا ففي الوسط يعني داخل المغرب مصصعمرات فرنسية وماشة للجزائر كاملا هادي مرضى سياولاي ولا داك الجهة ديال الريف تيطوان هذا مصصعمرات إسبانية بهALI والصحراء هي مصصعمره إسبانية كووووو لا دب هنا تقضاشي راسك BE BERESID بهALI هذا هي شرح الله هاد آآ الجريدة اللي كي قو lineو بل راجع الف وتسعمية وربعتاش اوكي والشي مزيان ده فهمتي مزيان ده بنا وضحت هالك لما انت كنت تقول هادي الخريطة القديمة يعني الريف راه كانت بوحدة مستقلة الصحراء مستقلة هاديك راه مستعمرة مستعمرة اسبانية والمستعمرة الفرنسية هي الواسط وحتى الجزائر كلها مستعمرة فرنسية ها انا فهمتك مزيان باش ما تعطيش الناس مغالطات اوكي هذا فيما يتعلق بهذا الخريطة ده با غادي مشيون شوفو شنو كيتقال على الجيش الجزائري والرسالة العابرة للحدود لمن على من كيشيرو هاد الناس كيمزاف ميتقال الخوط فيما يتعلق بهذا التوتر في العلاقات الجزائرية المغربية والقضية ديال الصحراء المغربية اللي هي يعني الاساس ديال هاد التوتر اللي ماجي يعني من الجزائر كيتقال كيتقالوا بزاف ديال حويجو لكين خطوة خطوة غادي نمشيون هاد المواطع لان هاد الناس كي يكلاشي وراسهم براسهم بالي وعامرين تناقض عرفتوا علاش لانا هذا نخلي الموضوع بوحده هذا حسن هذا لانا سينو غادي جي الفيديو طويل وغادي يكون موميل دابان مشيون نشوفو كما قلتكم زيارة ديال غالي إبراهيم غالي رئيس المهورية الصحراوية الديموقراطية اللي هي وسط الجزائر قام بزيارة للعاصمة الجزائرية وكان في استقباله الرئيس تبون وقبل هاد شي مشى الرئيس تبون لمصر واتكلاشا في مصر ومشى لدولة سلطنات عمان واخدال هادية ديال داك الخنجل اللي هداه جلالة ملك محمد السادس حفظه الله إلى الرئيس ماكرون فهو يعني هو اللي مشى يعني هو مشى كزائر وهذا يعني داك باش تعرفوا كيفاش البلدية لهم مع المملكة المغربية الشريفة خطو باش ننطوش عليكم بزاف نمشي ونشوفو شمنو اه تقال يعني اه او شنو قالت الصحافة الرسمية الجزائرية على الجيش الجزائري والعلاقة يعني اه بدك الرسائل العابرة للحدود لمن كي قصدوا بيها ومنكن ينطو قنوات اسبانية وكي عملو تقارير على اه المشكل اللي نايد ما بين الجزائر وانه جزائر مع المغرب وانم المغرب ما عنده احد شئ مشكل لأنه الجزائر ليك تقوم بواحد المجموعة ديال اه التظاهرات وüحد المجموعة ديال القرارات التي اتخذ 체적 ضد المغرب كقف الضوrada يزيد كقف الحدود البرية والجوية ومجموعة من الأحدات يعني المغري الجزائر لي عنده مشكل مع المغرب اوكي المهم نمشي ونشوفو هذا الجيش لمن كيبعت برسائل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عارفين المروك 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 لقجع 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 محمد السادس محمد السادس محمد السادس صهاينا المهم رقم عارفين سمعونا شنو كيت قال ستشهد الواجهة البحرية الرئيس الرئيسية للمحمدية بالجزائر العاصمة بمناسبة الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى سبعين لاندلاع طورة اول نومبر اربع وخمسين الخالدة اكبر سعرات عسكري وشارك فيه الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بمختلف تشكيلاته ووحداته القتالية تخيلوا معي احنا عندنا عيد العرش او عندنا عيد الشباب او العياد الوطنية دينا وينود الاعلام دينا واش كتتخيلوا ان الاعلام دينا يوصل او ينزل لهذا المستوى بالجيش بالتعامل احتفالية المناسبة يعني الوطنية ديالك وتبقى يعني تبين الجيش وتقول باللي هو كيبعت رسالة للمغرب لان الرسالة مين تسمعوا الجزائر قبل ما ندخل في التفاصيل او قبل ما نعلن على شنو تقال را معروف نيشان غادي جيبلكم المغرب باللي لان كنقول لكم العادو الواحد هو المغرب بالنسبة له واسمعوا معي امزيان وستبرزوا من خلال احتفالية مدى التناسق والترابط بين الاجهزة ديال المشكلة للقوات المشكلة عفوة للقوات المسلحة في رسالة واضحة لطمأنت الجزائريين على امنهم وحدودهم ووحدة وطنهم وسلامة ترابهم من جهة ومن جهة اخرى سيبعت الاستعراض برسائل عابرة للحدود موجهة بالخصوص الى الاعداء الذين يتربصون باستقرار البلاد ويحاولون اختبار مدى قدرة بلد المليون ونصف المليون شهير للرد على اي استفزاز او مخطط ممنهج لزعزة امنها او المساس بسيادتها وفي تفاصيل استعدادات بشيطة باقي ما فهمتوا انا قد نزيد نفاهمكم ولهم كنزيدوا يفاهمونا وفي تفاصيل استعدادات الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع طورة اول مومبر التي بشرتها لاندلاع طورة اول مومبر خمسة واربعين اربعة وخمسين التي بشرتها السلطة الجزائرية كل حسب مستوها فان جميع المصالح الامنية والادارية مستعدة للحدث حيث تعرف عاصمة البلاد منذ ازياد من عشرة ايام حالة استفار كبرى سخرت فيها كل وسائل المادية والبشرية لانجاح هذا الحدث الاكبر والابراز في تاريخ الجزائر وفي هذا السياق تم اعداد مخطط امني محكم حسب مصادر هذه الصحيفة اللي هي الشروق اللي يتابع النظام يتمتل في تأمين كل مداخل والمخارج مؤدية لجزائر العاصمة مع تأمين جميع الطرق والمسالك التانوية الخاصة على طول الطريق الرابط بين الضار البيضاء الى غاية جزائر وسطا مرورا بالمسجد الاعدام اين ستقام في الطريق المقابل للسعراضات العسكرية التي تشارك فيها وحدات الجيش الوطني الشعبي بمختلف قوات البحرية والجوية والبرية والدفاع عن الاقاليم وكذا العديد من شكيلات على غير القوات الخاصة والمضللين والحرس الجمهوري وغيرها الى جانب تسخير جميع العتاد والاجهزة من مدرعات شاحنات وذبابات جئة بها من مختلف النواحي العسكرية والمروحيات الحربية واسراب من الطائرات العسكرية الى جانب ثلاثة ديال المروحيات تابعة للجيش والدرك والتي لم تتوقف منذ ايام عن تضرم في سماء العاصمة وهي تحلق على ارتفاعات من خفضة وتأخذ مسارات متماوجة متماوجة ومقدمة الجزائرية لحظة اطارة قبل الاول للحفل المرتقى فيما تكتف مرحيات الامن الوطني بالمراقبة وبالمقابل سيتم تخصيص مربعات باش ما نقرش عليكم المقال نزيد نقلب على مرة اخرى اه في اه كي تذكر الاسم ديال المغرب اوكي بالي اذا اه ويعرش على بلو افسد درجة جاهزة من خلال التحقيق وانه نفح الرسالة موجهة المغرب يعني استقبال اه الرئيس ديال الجمهورية الوهمية الجي كومنيشان اه يعني كيستقبلوه كيستصادفوه وفي نفس الوقت يعني الجيش وفي نفس الوقت يعني كيرسلو اه رسائل يعني الجيش كيرسل رسائل عابرة للحدود بي كانوا نظروا على عابرة الحدود والمتربسين والاعداء وهذا فهو ما كيقصدو المملكة المغربية الشريفة واستفهمنا اه هنا بلاتي معداد مخطط جاء العاصمة مع تأمين من طريق اينا ستقام من طريق النهوفين هي هذه حالة السنفار كبرى مسائل الحدث حيث تعرفوا عاصمة البلاد منذ ازيد من عشرة ايام حالة السنفار كبرى سخرت فيها كل وسائل المادية والبشرية لانجاح هذا الحدث الاكبر سيئة الاعتراض وسائل عابرة الحدود بالخصوص الى الاعداء الذين تنبصوا من استقلال البلاد ويحاولون اختراب مدى قدرة بلاد مليون منهم وخططون اجهزة امنها والمساس بسيادتها اه هنا نصي انا قريت في مقال اخر اللي كي هضروا على المخزل المغربة بطريقة ديالهم المعهودة يعني دائما اه داك الخطاب ديالهم الموجه مباشرة للك المغربية اه الشريفة اه واكتر من هذا الشي الله اللي يزيد كتر المهم احنا كان طولو يعني كيزيد يضرب كما ما قلتكم الخط اللي في المغرب احنا اه هنا ما يكونش عندنا مشكل ولكن ولو انه يعني اه هذا التيار الكهربائي را واقلة دايز من اللي هنا علي هذا راك يعلم اذا ما رجعتوش شفتونا كتر بسبب انقطاع الكهرباء لانه ما يكونش عندكم كونيكسيون فالمسامح انهم جايبي هذي المدة هذي كول همين ادك الحدث ديال خمسطاش اكتوبر ديال الهجوم على السبتة وهذا هما كيقولوا في السنة وغادي القطع عليكم في شهر اكتوبر وهذا شي جايبي المشحال هذي هما كيقولوا المهم هذي اخر رسالة واخر يوم ارضوا لبا بزافة الخوت شريوش شمع بزاف قوش بعدها بلاده ومارة وخامكين كونيكسيون وخا هذا الرجعون داك للعهد القادم بالي الحطاب احنا كان شعلوا بالحطاب ودابات دا وغادي مقاون نضويوا بالشمع ايوه وصافة ونتخلوا على هاد الكونيكسيون وما لغوتو طالش عليكم بزاف تخلونا فراسكم الى سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته